السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الغاليات نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتو ما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم ومرحبا بكم في قناتي عالم حكيمة نتمنى إن شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم هناك كما كتشوفوه بديت لكم الفيديو من برا فاليوم في الحقيقة شحال هادي من قبل الحجر الصحي ما قلست شي قليصة مع الجارة ديالي فقررت اليوم نمشي أنا وابنت لوستي وهي بطبيعة الحال نفطرو على برا هاد البلاصة بالنسبة للناس اللي كيعجبهم فطور هاكي يكون هادي وبلاصة كال مزوينة في المحمدية فصراحة غادي تعجبهم هاد البلاصة هادي في البرك بلازا يعني كيديروا واحد الفطور اللي هو غزال قلصان قرقبونا بشوية ونتحتوا شوية جحال هادي ما تشوفنا فماشي بالضرورة دي ما تدرددردر مرة 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 ما فيها بس هاكا فطور مع صديقة او لا مع جارة او لا مع شي واحد اللي قريب لنا صراحة كيحيد علينا الهموم وكيحيد علينا كيما كان قولو الملل من بعد الرجوع للدار فكيما كتشوفو غادي نبخر ان شاء الله نطلق شوية جال البخور شوية جال العود كيعجبني بزاف كيعطي واحد صراحة كيعطي واحد طاقة ايجابية في الدار ما عرفتش واش كل شي ولا غير انا مني كان بخر الدار كان حسب حالي لا ما عرفتش ديك الريحة الزوينة كتخلي الاحساس بالارتياح خصوصا يوم الجمعة فاولا من بنتقص اللي هي ضرورية ليوم الجمعة بالنسبة اللي مبخرى للبنات فراح خديتها من عند مجدة اللي بغت نخلي لها النمرة ديالها كينا في المحمدية كتدير هاكات ويشيات اللي كيكونوا غزالين وفريدين من نوعهم في الدكور او تتامن ديالها يعني مناسب كنت خديتها واقلة بمتين وعشر دراهم فزوينا بزاف بالنسبة للبخور فاخديتهم غير من المحل اللي بيع البخور هنا يا في المحمدية او بالنسبة للغدال ابنات فانا كنت طيبتو او لنصبتو قبل ما نخرج هنا يا راهت فايا غير يعني درت غير شوية كتعجبنا درت منها غير شوية حيث عفوا مشي حيث كتعجبنا كتعجبني انا شخصيا اما في الدار ما تيكلوهاش عندي بزاف لذلك درت غير شوية وكيما قلت لكم سبق لي ونصبت السكسو قبل ما نخرج مني غادي تكونوا عوالين انكم تخرجوا بكري وهذا من الافضل تصبقوا راسكم يعني تفيقوا بكري شوية وتنصبوا الماكلة مني غادي ترجعوا من بره مثلا احنا الفطر راه عارفين ما غاديش نفوتو الحداش ونرجعو للدار يعني لذلك خاص ضروري ان هكا الاغضاء ديالكم يكون واجد باش غير تشعلو عليه وهو باش يوجد في الوقت هناك وثكو سالبنات راه وجدتو بنفس الطريقة اللي وجدت به هادك ديال الجاج غيرو كان انا هنا درتو باللحم وعواد من طيبو بوحدو طيبتو مع الخضراء يعني عادي جدا ما فيه تشي اضافة صافي اهو عفوا بنيسبة البنات اللي سولوني على سكسو ديال القمح فانا البنات كان اخدو من مرجان اه ممكن كيكون في السواق السلام كيكون فيهم المهم اه غير بالنيسبة السكسو ديال القمح في الحقيقة علش كيعجبني حيث انا كانعاني من مشاكل الغازات فكنحس به يعني رحيم كما كيقولوا رحيم عن المصران ديالي وانا كانت نسجي لكم هاد القصعة بغيت نتطرق الواحد الموضوع لان جوجة البنات صافتو لي اليوم رسلوني على الالم ديال الطهر وفا اللي شافيها ووحدة البنت وحدة اخرى عندي في الانستغرام عرفتني مرويدة طبية وسولتني على الالم ديال الطهر شنو ممكن تدير فهنا يا فنما غادي نلقى شي فرصة غادي نقش لكم شي مشكل اللي هو صحي ولي كيعني ومنو بزرد ديال العيالات رحيمة كانعودها وكن أكد عليها الالم ديالة الطهر الابنات فهو واحد لمشكل صحي اللي كيسيب الظهر ديالنا يكون الحرق سو في الل ausge یا اما المشكل ديال زنات وتقل العضرة ديالنا تمزقات او لا كنا مثلا في فترة الحمالات هي كتتأثر لان الظهر بحل قلتي الكرش كتجبد الظهر كتكون يعني ديك العوجاج ديك التقعر كيدير الحريق كين مثلا شي وحدة ما عند هاته شي مشاكل صحية كتدير راديو كتدير لييرم ولا ينباقي الظهر كيكون بسيشيك يعني بعض المرات العصاب كيدير لبنة الألم ديال الظهر هنا راني كان وريكم غادة معكم في الكوسكوس ديالي عفوا المهم كيما قلت لكم البنات فالمشكيل ديال الظهر عنده عدة أسباب وبعد المرات كتكون غير معروفة لذلك فهناك بجمعنا الخطوات اللي غدي تخدموا بها ان شاء الله اللي غتخفوا عليكم في نفس الوقت يمكن تعالجكم إذا ما كانش مشكيل كبير غدي تعالجوا وإذا كان مشكيل مثلا كبير فعلى الأقل ما يزيدش أو لا يخفف عليكم غدي نتطرق عليه من بعد ما نقول لكم شنو درت هنا درت بصيلة شوية ديال الزيت راه باقي غنقصها حي جاتني كتير بزيف زلقت لي يدي كما كان قوله فدرت العطرية العادية ديال الكفتة طيبس بهذه البصيلة تتشحرات مزيان وزد عليها الكيميا ديال الكفتة اللي عنا غدي نوجد معكم اللبنات اللازاني بالطريقة ديالي كما كان ديرها واحد الأقلة غنية بالسعورات هنا البنات بالنسبة لي راه اللازاني راه بدرتها لي لقبل غير لصقتها لكم مع الفيديو باش هكا يعني ما يجيش الفيديو في غير اللازاني ويجيكم موميل بغيت هكا ندوي لكم على هاد المشكل ديال الظهر لذلك استغلت الفرصة ولصقته مع مقاطع أخرى من نهار آخر اذا هنيا كما كتشوفو كنشحر هاديك الكفتة مزيان مع زويتة والعطرية وديك البصيلة تقطح البصيلة وقطح بالكفيتة ديالنا ما كتاخلش الوقت صافي وهنا في نفس الوقتة لبنات غدي نوجد البطاطا غدي نوجد معقودة بطريقة سريعة سريعة بزيار درت بيضاء جوج فرماجات واحد ثلاثة ولا اربعات البطاطا شفية ديال الربيع والعطرية العادية اللي ممكن انكم تديروها سواس كنجبير خرقهم كمونت حميرة بغيتوا التومة ديروها يعني ليكم الاختيار ديرو اللي يبغيتو درت شوية ديال الموتارد سافيو كنكورها كنديرها في هدا كنديرها في الفينو وغدي ندخلها للفران طيب غدي ندير اليها شوية ديال زويتة بلدية يعني هاد المعقودة بلا ما كان قليوها بلا تاشي حالا كتجي رائع بزاف المحبين ديال البطاطا اذا غدي نمشي لكم هنا تطرقت الاسباب ديال الالم الظهر الليبنات من بعد غدي ندوي لكم على العلاجات العلاجات بطبيعة الحال هناك علاجات طيبية فانا مغير مؤهلة باش نفتي لكم فيها ولكن انا اللي كنعرف بلي كيكونوا ليسانتي انفلاماتواغ مضادات الالتهاب تياخدوهم وتيكونوا واحد مضاد الالتهاب على شكل بوماد كيدهن به الظهر ديالو وكيكون كذلك بعض المرات البوماد اللي تيكونوا اباس ديبلونت يعني تيكونوا كما كان قولو من اصل نباتي يعني تيكونوا ماشي ضارين كيم بزاف دلموارك يعني او للماركات ممكن تشوفوا شنو كترتحوا فيها اللي بغات انا شخصيا اللي كنرتح فيها تصفت ليه في الخاص قدي نخلي لكم الانستغرام ديالي والجروب ديالي الفيسبوك اللي بغات تواصل معايا بشكل يعني ديريكت دخل عندي ان شاء الله واي سؤال عندها مرحبا بيها اذا هذا بالنسبة للشيق الطيبي غدي نمشي لكم بعدا نقول لكم هاد السلطة شنو فيها فيها ماتيشة طيبتها مع واحد جوج ماتيشات مع طومات سوريس ومع واحد جوج خزوات ومنبعد تحنتهم في يعني تحنتهم في مولينيكس وخليتهم باش يغلوزت معهم شوية ديالعطرية هم هي اللي غدي نزيد عليها ديك الكفيتة والبصيلة اللي شحرنا من قبل وهي اللي غدي ندير معا اللازين كيما شفتو اللازاني غدي نهزها نديرها في شوية ديال الما واحد عشرين تانية ومنبعد نستفها هكا باش هكا باش تنشف ليه وباش متعجنش نستفها في فقشيف وشي توب ولا شي بابي وعاد منبعد ندير السوس بيشا ميل كيما قلت لكم غير بالجوج معلقة الكبار ديال الزبدة جوج معلقة ديال الدقيق ان تيدو بالزبدة والطحيني طيب شوية وكنزيد واحد سبعمائة ميلي لتر ديال الحليب وشوية ديال الفزار والملحة يعني صالصات البيشا ميل خصها تكون شوية جارية وليف خوماج كتستملو اللي عندكم انا درت شوية ديال الموزاريلا والفرماج الحمر وصافي كتديرو طبقات كيمة بشكل اللي غدي تشوفوا معايا اسهل منها مكينش يدعج بكم مدق ديال الزعتر ممكن او لازعيطر ممكن تطيفو صافة البنات من المورة ما هضرت لكم على الشيق الطبي فانا غد نجي لكم الاحتياطات اللي غد تقوموا بها في الحياة ديالكم باش خفوا لكم اهلام الطهر واحد المشكل ديال العسر الصراحة اول حاجة تيفيديو اول تبعدو منتقل حمل اتقال هادي كيكونوا ليفوم وفمو يعني حركات اللي تيكونوا فجأة كتديريش حركة كتحناي مثلا اللار تهزيش حاجة انتي ما كتحسيش ولكن كتجيك ديك الدقة صعيبة على الفقارات وبعد المرات كيكون يعني تمزق عادلي هو اللي كي اديلنا لدك الحريق اللي تيكون مستمر اذا كيما قلت لكم انتي ينفو عطي تيش دكم دك الحريق ديال الضر ش الدولار يعني الراحة ديروا لها فيتا في الضر ديروا فيها لا للوقوف لا للشقع لا للتورزيد اذا كيما قلت لكم اتخذوا البريك الواحد اليومين ولا تلتية ضروري ومؤكد ما يحيدوش الطبيب هدي من بين الامور المهمة ثاني حاجة لبنات اللي كي يجيها الحريق ديال الضرخص هتفكر انها غصت هدي الرجيم فاذا كانت شوية عندها الوزن الزائد ضروري انها هتنقصوه الوزن ديالكم غتعرفوه بالموازات مع الطول ديالكم شحال عندكم في الطول شحال يعني الوزن حيث بعد المرات كيبان لك راتخي تقولي وانا عندي غير 65 كيلو ماشي شي حاجة ولاني كتلقايها عندها 150 او 45 فهمتونا البنات يعني الوزن راقكم عم يخصو ينقص بال يعني الوزن عنده علاقة مع طول ديالنا اذا كيما قلت لكم نقصو الوزن تعطيو الراحة واحد اليومية وثلاثية الفراش ديالكم خصو يكون مقاد واحد الفراش واحد المضربة اللي مكيدخلش فيها السبع بسهولة في نفس الوقت ماشي قاسحكي في الخشبة اذا ما كانش في المستطاع ديالكم تكون عندكم واحد الماطلة اللي هي صحية كتفرشو في الارض كتفرشو في الارض كتغوم بوغيوها بالكواش كتغوم بوغيوها بالكواش باش هكا العمود اللي في قاريدي لكم مكيبقاش يلعب لكم في ذاك الفراش اذا كان الفراش مهرهر كيلعب فمستحيل ان الظهر ديالكم اتقاد يعني هدي من بين الامور الضرورية انكم تقوموا بيها حاجة اخرى لبنات هنا لبنات كيما كان شفو وجد السلسة وجد السوس بشامل هنا نسيت مدرش السلسة في الولار انا غد نحيد لازانية هدوك الطرفة حتى نحيد ندير لها السلسة لتحت كان علييا نبدأ بشوية ديال السلسة وشوية ديال السوس بشامل عاد نبدأ بالطباقات سافي وغادي نبقى تبقى 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 حتى نسالي كل شيء وندخلها للفراش ان شاء الله تتحمر يعني ساهلة صراحة تبغي شوية ديال الوقت في الحقيقة بش ما نكدبش عليكم ولكن راه في صراحة تستحقوا التجربة كيما كان قولوا اذا كما قلت لكم الوزن ينقص اذا كان هكا شقا ودك شيء توقف واحد لمدة تيكبرد عليكم الحرق لازانتي انفلاماتور ودك شيء كيبقى القضية ديال الطبيب هو اللي ابدأ انه يعطيكم هدل يعني يعطيكم شنو غادي يتاخدو حاش اخرى لبنات بالنسبة اهدرت على الفراش كيفاش خصو يكون الوقيف بزاف ما خصوش يكون المشي بزاف ما خصوش يكون والاهم من ذلك ان الناس اللي كيعانيوا من المشكل ديال الظهر خاصهم يردوا البال لتصبيطة ديالهم اكتر من الملابس ديالهم انا هادي ديما كانقولها للمرضى ديالي كانقولهم تصبيطة ديالكم اهم اهم بكتير عارشال بناتيلة عرفتوا يعني كما كانقولوا شنو كان الوقع ديال الصبات ديالنا منشي يكون بلاو ومشي موريح على الظهر راشي حاجة اللي خيالي ممكنش انكم تخيلوها هنا لبنات درت الفرمج ديال الصندويتش عادي درت الفرمج الاخر وهنا غادي ندير غير شوية ديال السالطة عادي هي كندير معها شوية ديال الخل شوية ديال البزار والملحة وشوية ديال زويتة بلدية وغادي نقدمها معا ديك المعقودة اللي تبطف الفران وديك اللازانية صراحة كيجي ورائعين وهائلين تمنى انكم تجربوهم المهم انا درت لكم حديث ومغزل بغيت نعطيكم واحد الفكرة اللي هي مهمة وقدرت نفعكم يعني كتر من طبخ في نفس الوقت يعني كما كان قولو شوية ضب شوية العبدو وشوية الصحة وشوية الكريشة طبيعا الحال بنات اللي بغاو ينقصو الوزل ارى ماشي الكساكيس واللازاني بالنسبة لبعدل الكساكيس انا ماشي اخصائيات تغدية ولكن انا كنت شفت جدا كانت متبع معه اخصائيات تغدية قاتلها الكسكوس او السكسو خاص كتكني منه غير الخضرة وثلاثة المعالقة ديال السكسو وبطبيط الحال يكون هكا ديال القمح ولا ديال النخالة يعني السكسو اللي هو مفيد اهنا لبنات ساراد فروي درنا غير الفروتال اللي عندنا ودرت مع العصر ديال الليمون يعني عادي جدا المهمش لا اضاف الكيسان وصافي ديسر في كيسان كما كان قولو اهنا لازاني نخلي وهتا تبرد شوية يعني كتكت هدن وتجمع الميزاج ديالها وتستعقر عادي كنقطعوها بالنسبة الطياب اللي بنات كياخد الوقت شوية بالمقارنة مع البط يعني 14 ساعت ل 20 دقيقة عادي كتكون جاهزة قولو 20 دقيقة 25 اه صافي كان هدا هو العشاء ديالنا تقسمتوا معاكم وكندخلكم افكار كيما قلت لكم على الظهر اذا كيما قلت لكم تصبيطة مهمة جدا راني ما كنساش مني كنوقف عند شي نقطار اني كنرجع لها كنبدأ منها تصبيطة لبنات مهمة جدا الالام ديال الظهر الوزن تفريشة ديالكم تقلمت ممنوع تهزو لفو موفمون انكم تطيروا حركتها بريطال على غفلة ممنوع منعا كليا حاجة اخرى تريحوا الاعصاب ديالكم وتاخدوا الميوغ والاكسان مثلا هذك الامور اللي كترخي العضلات بحل ماغنيزيوم هذك غير فيتامينات يعني ما كي ضرورتها شي حاجة بالنسبة للعيادة اللي كيقدروا ياخدوا واحد القرام ديال الفيتامين س في النهار تهية من الامور اللي مفيدة جدا علش الله اللي عندها هشاشة العظام الافضل تدير تحليلة ديال الفيتامين ديال تحليلة ديال هشاشة العظام لان تهية كتعاون بعد المرات اذا هذ الامور كلها مهمة وحاجة اخرى من اللي غا تبغي تهز شي حاجة من الارض غادي تقلسي بركابيكو تهزيها ماشي غادي تحني وتقوسي ظهرك ماني غادي تبغي تنوضي من فراشك غادي تدوري الى جنبك غادي تخرجي رجلك من نموسيات غادي تقلسي قاعد تقفيد جمعي النوضة ماشي كتطلعي هكا راسكو كتنوضي الافلة هذ الامور كلها هكا تضرب الظهر اللي بنات او من الامور اللي كتعطينا الحريق بزاف اذا نتمنى نكون بعجالة او لابد الخيس اعطيتكم واحد نبضة للآلام ديال الظهر واذا بغيتون اعطيكم هكا فيديوهات على مشاكل صحية العيالات اللي كيعانيهم مع الاطفال ديالهم في دوي الاحتياجات الخاصة او اللي عندهم اعاقة بدنية او الحركية اي موضوع عنده علاقة بالترويذ الطيبي خليوه لي في تعالق في فيديو اخر غادي نجاوه وحد السيدة سؤالتني على البيبلا او للقدم المسطحة لدى الاطفال شي كامل بالعكس كيعجبني انني نفيدكم ونستفدو من بعضياتنا كنقول لكم شكرا على المتابعة ونطلقوه في فيديو قادم ان شاء الله ولتحقو بياه في الانستا او اللي في الجروب ديالي في فيسبوك اللي بغد شي سؤال الف الف مرحبا بيها بالعكس تنوروني بزعب